دي جاءنا لحضراتكم بقى عشان نتكلم في جزئية مهمة جدا أنا يعني هقولي الكلام اللي جاي ده وأتمنى أن الناس تفهم كلامي أنا لم أقصدش حاجة بس تعالوا نشوف مع بعض اتحاد الكرة بيعمل ايه اتحاد كرة القدم المصري بلئاسة الأستاذ جمال علام بعد أيام من الصمت منذ خروج منتخب مصر على يد الكونغو في دور 16 في كأس الأمم الأفريقية طبعا أصدر بيان اعتذار للجمهور المصري عن الأداء المخيب والخروج من البطولة يمكن البيان اتأخر؟ اتأخر طبعا لكن كمان هو بيان اعتذار عاطفي وغير واقعي بالمرة أنا هنا مش متحمل على اتحاد الكرة ولا بقول يمشي أو يكمل لكن أنا بتكلم كمشجع لمنتخب مصر مفيش حد فينا كان متخيل الأداء الغريب اللي قدمته أو اللي قدمه منتخب مصر في هذه البطولة ومن حق الجمهور يزعل لكن كمان من حق الجمهور يلاقي مجلس إدارة اتحاد الكرة مهتم أو بيواجه أو بيرد أو بيستعرض الحقائق يعني الرأي العام مجهور احنا الموضوع عندنا الكرة في مصر دي بنتنفسها يعني بالاتحاد الكرة في نقطة غريبة جدا وهي أن مجلس إدارة الاتحادها يجتمع يوم الحد القادم لمناقشة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقارير رئيس البعثة وتقارير المشرف على المنتخب طيب أنا هنا لازم وقف هو مين اللي هيناقش التقارير دي؟ يعني مثلا التقارير الفني اختصاص المدير الفني للاتحاد الكرة والاتحاد الكرة المصري ما عندهوش مدير فني وإحنا تكلمنا هنا في البرنامج في أوقات سابقة يعني عن الأزمة دي وإن عدم موجود مدير فني للاتحاد بيأثر على مسيرة المنتخبات وكذلك مسير التطوير المدربين المداني معانا هو بان اتحاد الكرة معانا هو على الهواء وكذلك تطوير المدربين وتطوير كرة القدم في الاتحاد فهل من المنطقي أن أستاذ جمال علام وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكرة أنهم يناقشوا تقارير فني كاتبه فيتوريا عن منتخب مصر وهذا لا يقلل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لكن هم غير متخصصين فنيا بهذا الأمر يعني أنا مش عارف وبالتالي كان من المنطقي أن يناقش التقارير الفني أمام المدير الفني للاتحاد الكرة هو المدير الفني للاتحاد الكرة وده مش موجود أو الأعضاء اللي عندهم خبرة فنية في كرة القدم وطبعا مش هينفع كابتن حزم إمام يناقش نفسه هو المشرف العام على المنتخب فهينناقش نفسه مش منطقي وكمان حسب اللي بنقرار في الصحف أن كابتن محمد بركات مسافر ولم يحضر إلى مقار التحاد الكرة يبقى الكلام هنا غير وقاعي نفس الأمر لو اتكلمنا عن التقارير الطبي مثلا هو في حد من أعضاء مجلس إدارة التحاد الكرة عنده خبرة طبية مثلا عشان يناقش التقارير الطبي وده يرجعنا لللي حصل مع محمد صلاح كمان في البطولة تحقيقة أن البيان ده اعتذار عاطفي مش أكتر لكن مجلس إدارة التحاد الكرة مش مستعد لمناقشة أي تقارير لا فنية ولا طبية أما الجوانب الإدارية فالمشكلة كانت على الهوى وعلى عينة كتاجر زي ما بيقولوا يعني دلوقتي هقول لكم حاجة من الكواليس يعني خلاص فيتوريا رفض كل مقتراحات اتحاد الكرة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي وده كمان بيطالبهم بالشهر اللي فات على وجه السرعة يعني إيه يعني الراجل مش موافقش على موضوع ده يعني عايز مرتب يناير الأول وبعدين نتناقش بقى نتناقش في قيمة الشرط الجزائي بالكامل لو عايزين يفسخوا العقد يعني الراجل عايز مرتب يناير الأول أنا راجل اشتغلت يناير وكنت في الطولة وبعدين نتناقش بقى في موضوع هنفسخ العقل ده لكن هنا كمان عندي نقطة أحب أقف عندها قوي هو مين اللي فكر وكرر إن عقد فيتوريا يبقى الهدف بتاعه السعود لكاس العالم وإحنا كلنا عارفين إن أفريقيا هيصعب منها تسع عيب أو إن مصر تبقى بتفكر إنها يعني هنتقهل في التسع دي بيصعوبها إزاي عيب قوي لما نحسب مدير فني بنديله أعلى مرتب في أفريقيا ونقوله لو ما صعدتش كاس عالم إزاي لو ما صعدتش كاس عالم يعني يا جماعة إحنا بنهذر إنتوا بتهذروا ولا إيه هو فيه احتمال أصلاً إنه ما نصعدش كاس عالم وإحنا عندنا جيل زي ده وكمان تسع مقاعد لقارة أفريقيا لهذا دي حاجة تصير التساؤلات وعلامات استفاهم كتير جداً حسب معلوماتنا هيكون فيه تحرك لوزارة الشباب والرياضة طبعاً مع الاتحاد المصر لقارة القدم للخروج من المأزق وإنهاء تعاقد فتوريا وهناك رغبة كبيرة جداً في عودة البرتغالي كارلوس كروش لكن لم تحدث أي مفاوضات رسمية مع كروش حتى الآن بخلاف إن كروش مش هيرضى يشتغل مع نفس المجلس أو مع نفس اتحاد الكورة الحالي ونروح برضو لحاجة يمكن أول مرة الجمهور يشوفها هو اتحاد الكورة معايير التقييم عندهم مشي أزاي أنا عايز أعرف هم بيقيموا مثلاً فيه تقرير صادر عن برنامج فيفا وهو ده معنا هول تقرير صادر فيفا فورورد ده تقرير صادر عن برنامج فيفا وفورد فيفا فورورد متخصص بدعم الاتحادات لتطوير كرة القدم والبنية التحتية والإدارية هنا في التقرير اللي ما حضرتكم على الشاشة ده اللي قدام حضرتكم ده هتلاقوا إن اتحاد الكورة في الفترة من 2016 وحتى 2023 حصل على 10 مليون وربعمية ألف دولار دعم من الفيفا وحسب برضو التقرير قدامكم تم إنفاق المبلغ الضخم ده كالآتي على البنية التحتية اللي في مشروع الهدف 4 مليون وربعمية ألف دولار هذه أول حاجة وعلى المنتخبات الوقتانية 1 مليون و300 ألف دولار وعلى الكورة النسائية 100 ألف دولار طيب منتخب الكورة النسائية وصلت للمرحلة النهائية في تصفيات كاس العالم وخسرت من الكاميرا الـ 4-2 في اسكندرية وتعدلت 0-0 في الكاميرا وكمان وصلوا للمرحلة النهائية في تصفيات أمم أفريقيا وخرجوا في الآخر من السنغال طيب ده ساعتها نقول إنه كويس ولا مش كويس تصرفت 100 ألف دولار بس وعملت تطوير ما كانش موجود قبل كده ولا كان موجود زمان زمان كمان قلنا كيروش وصلنا معانها أفريقيا والمرحلة النهائية في تصفيات كاس العالم طبعا وخسرنا لكن كان فيه تطور وفيه اكتشاف للعبين جدد ومستويات متميزة قدمناه لكن هو التقييم مع المنتخب الأول ومنتخبات الشباب التقييم بيتم إزاي يا جماعة ده اللي أنا عايز أعرفه ده اللي أنا عايز أعرفه الفترة دي الاتحاد الحالي بيقيم إزاي المنتخبات إزاي ده يعني ده كل منتخبات الشباب والناشئين فشلت مفيش نجاح غير لمنتخب الكرة الشاطئية وصله كاس عالم بس المنتخب الأول بتاعنا خرج من الكونغو في أمم أفريقيا بلاش الجزء ده في نفس التقرير تقرير الفيفا عمل مشروع اسمه وده بيعمل تواصل مباشر بين سيستم الفيفا للانتقالات وسيستم الانتقالات في كل اتحاد محلي اتحاد الكرة متبلغ من زمان بالموضوع ده تقرير الفيفا يقول زي ما حضراتكم شايفين كده ان اتحاد الكرة لمصر ضمن أربع اتحادات أفريقية فقط لسه ما نفذتش المشروع ده لحد دلوقتي يا جماعة اسم الكرة المصرية كبير عيه بالكلام ده إزاي ده يحصل دي حاجات بسيطة يعني ده يعني انا مش عارف اقول ليه دي حاجات بسيطة حبينة انا عارضها لحضراتكم وانا بنتكلم من واقع تقرير الفيفا كفاية كده يعني انا مش عارف يعني كفاية كده لحد ده ما نشوف اللي هيحصل يوم الحد ان شاء الله يعني انا ما نديش تعليق على اللي فات ده خالص انا مش هينفع علا اقول ايه طيب انتو بتقيموا فنيا ازاي التقييم الفني لاتحاد الكورة للمدربين او للاجهزة الفنية بناء على ايه كيروش ومين اللي بيعمل التقييم ده اصلا كيروش ماشي ليه فين المدير الفني لاتحاد الكورة ايهاب جلال ماشي ليه وجي ليه اصلا يعني انتو جيبتو ليه ومشيتو ليه فيتوريا جاء عشان كاس علم ازاي اغلى مدير فني في افريقيا جاء عشان كاس علم وانت عندك تسع منتخباتها تسعب مباشرة لكاس العلم ازاي طيب العقد اللي تعمل الغريب ده والشرط الجزائي الكبير ده مين يتحمل مسؤوليته اكيد اتحاد الكورة بالكامير طبعا ده سؤال وجودي يعني انا مش بالوم شخص لكن انا لما اقعد انا دلوقتي تقييم الفني مسلا يقول ان هم هيقيموا فني أو هاي التقارير الفني حد هين هيناقشه معتراه من الكامل اتحاد الكورة مفهمش غير اين لعيبة كورة كابتن حزن بيمامون كابتن محمد بركات كابتن حزن بيمامون كابتن محمد بركات Melch est not to know what can happen win حاجة ماионو مش مستوعب اي so tua mission ما ممكن يحصل multiple times طبي مين فيهم بيماما فيهم كابتن حزن الملقة في الامامون كابتن محمد�era كابتن حزن بيمامون كابتن محمد بركات ليه خبرة طبية أو ليه صلة بالمجال الطبي مفيش أنا نفسي أعرف التقييم في اتحاد الكورة من عشر سنين لحد النهاردة بيتم إزاي من أول كوبر أنت كوبر وصلك كاس عالم ماشيته ليه كيروش عمل منتخب أنت كنت رح تخرج من الدور الأولاني وصلك للنهائي واكتشف بقى لعيبك بي عبد المنعم ده كتشاف كيروش عمر كمان عبد الواحد ده كتشاف كيروش مركز جديد لإمام عشور ده كتشاف كيروش مركز جديد لأكرم توفيق ده اكتشاف كيروش بالمناسبة الرجل اكتشف كل ده ووصلك لمباراة النهائية وخسر من السنغال درباء الجزاء يعني مخسرش في المباراة نفس الكلام في تسواك كاس العالم خسر من السنغال درباء الجزاء ماشيته ليه ودلوقتي عايز تجيبه تاني فيتوريا اخترته ليه انت ده راجل اسم كبير في عالم التدريب ممرنش في أفريقيا مع الأندية طبعا اسم كبير في عالم الكورة مع الأندية ممرنش ولا منتخب في تاريخه طب حتى هقول لك يا سيدي خلاص اسم كبير ممكن نعتبد عليه في منتخب ممرنش ولا منتخب أفريقيا ولا نادي أفريقي ملوش أي خبرة أفريقي انت جاي يتجرب بمدرب لأول مرة بيتشتغل في القرى الأفريقية موسيقى منتخب مصر ايه ازاي فيه حاجة انا نفسي اعرف انتو بتقيموا اختياراتكو ازاي وبتقيموا نجحتكو وفشالكو ازاي مش فاهمها انا مش فاهم يعني قولي مثلا قولي مثلا انا التارجد بتاعي انه نوصل نهائي مثلا لما وصلتش نهائي الراجل ده خلاص يمشي هنا ده انت حطت التارجد والراجل ده مطالب انما كسل على انت حطت التارجد كسع على ما ونحن تسع فرق هتصعب دهنا لما كنا خمس فرق كنا بنوصل نوصل النوك قاوت عادي انا مش مصدق اللي بيحصل ومش مصدق ازاي الناس دي انا عرضت لحراركم تقرير البيفا مصر واخده اكتر من 10 مليون دولار من 2016 ل2023 بس اكتر من 10 مليون دولار ده بالتقرير اللي عرضتوا لحراركم على الهوا اللي قبل كده اخدوا برضو بخلاف اللي بيصرفوا اتحاد الكرة على المنتخبات بخلاف دعم وزارة الشباب والرياضة بخلاف حاجات كتير جدا الفلوس دي ما كانش ينفع بعدها النتيجة تبقى بالشكل ده يا جماعة ما كانش ينفع ابدا موسيقى شكرا